انطلقت فعاليات المسخة الأولى لمؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام من السادس عشر إلى الثامن عشر من مايو الحالي وأكد رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني أحمد عبد الحافظ خلال الكلمة الافتتاحية أكد أن التحول الرقمية هو جوهر تنمية الدولة الحديثة الحادث ده يأتي طبعاً لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي اللي بنعيشه بالطبع لا يخفى لحضراتكم من التحول الرقمي هو جوهر تنمية الدولة الحديثة بل ويشكل أساساً لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة المواطنين ولذلك فإن التحول الرقمي يعد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية وذلك لما له من دور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين خدمات الحكومية والمجتمعية ومع انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي وفي ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة وإماماً منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للزهار الاقتصادي عملت الدولة المصرية بتوجيات من فخامة السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كافة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاث أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمارية خدمات اتصالات المقدمة الموطنين تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السبراني وأنظمة استغبارات المعلومات على مدار ثلاثة أيام في مركز مصر للمعارض الدولية وهو الحدث المتخصص الأول في مصر والذي يهدف إلى الوقوف على أحدث تطورات ملف الأمن السبراني وأمن المعلومات بالإضافة لتسليط الضوء على مستجدات هذا القطاع في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في سيد اي اس بنتناول أحد الملفات اللي في غاية الأهمية بالنسبة لأغلب دول العالم هو ملف الأمن السبراني وتأمين البنية التحتية المعلوماتية سواء للجهات أو حتى على مستوى الوزرات الحكومية والمؤسسات الحكومية والكهنات الاقتصادية وقطاع الخاص وحتى مستوى الفرد الشيء الأساسي أنه هذا المعرض يشتغل من نفس الشغل اللي نشتغله اللي هو التوية فهو فكرة أن ننشر التوعية ونوصل للناس ونوصل للمستخدمين بشكل أكبر بحيث أن نوريهم أهمية الأمن السبراني وإش المدار والمنافع اللي ممكن تستخدمها تستفيدها كمستخدم أو حتى كوزارات أو حتى قطاعات خاصة أو حكومية أجندة أعمال المؤتمر تزخر بالعديد من المحاور ومن بينها محور الصمود في مواجهة الهجمات السبرانية كضرورة استراتيجية للدول وكيفية التعامل مع الأمن السبراني وجهود بعض الدول في تحسين البنية القانونية للفضاء السبرانية والتعامل مع حالات التهديدات السبرانية المتطورة في إفريقيا المؤتمر إحنا شايفين أنه هو طبعا حاجة مشرفة جدا بالذات تواجد نخبة كبيرة جدا من الشركات العاملة وبالنسبة للأشخاص الخبراء من جميع دول العالم سواء العالم العربي أو العالم الأوروبي وبالتالي هيكون فيه أكتر من تطبيق وممارسة وتبادل خبرات بالنسبة لفعاليات المؤتمر والتوسيات طبعا إحنا في الفترة الأخيرة التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا وشفنا جهود ملموسة من الدولة في توجهها للرقمنة والتحاول الرقمي وعشان كده مهم جدا أننا نولي الاهتمام بمجال الأمن السبراني أو أننا نحمي المنظومات الجديدة التي نبنيها فالمؤتمر هيصلت الضوء على التقنيات المختلفة والتدريبات المختلفة وبناء القدرات لأنه زي ما التكنولوجيا مهمة العنصر البشري كمان غاية في الأهمية فإزاي نقدر نعلن عن التقنيات والبرامج الخاصة بالأمن السبراني لتقدر تحمي البيانات وتحمي المنظومات المختلفة للتحاول الرقمي يأتي المؤتمر والمعارض تماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية لدعم وتعزيز قدرات الأمن السبراني ورسم ملامح مستقبل الأمن السبراني في مصر وذلك لتأمين عملية التحاول الرقمي والحفاظ على أمن المعلومات طبقا لخطة الدولة 2030